السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في القناة ديالي اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معي سنقدمو باللوز كي يجي اكثر من رائع صالح المناسبات والعراضات وقبل ما نبدأ الفيديو بالنسبة للناس اللي اول مرة يشوفوا القناة ديالي ما تنسوا اشتفعلوا الجرس بس توصلوا الجديد ونزلوا الان المكونات واول حاجة سنبدو بها هي الكراميل انا هنا عندي كاس من كاس ديال سكر حبيبات قريبان كاس ديالعنبة وهنا انا ياخديت واحد المقلات شالت عليها النار النار دائما تكون متوسطة ونضع فيها السكر كنوزعوه بحال هكذا وما غاديش نحركوه ابدا بالعمل عقا حتى غادي يدوب ديك الساعة نطلق وهنا كيما كتشوفوا السكر وبدك يدوب غادي نتسنى على دوك الحبيبات حتى يدوبو تماما النار دائما تكون مهيلة باش ما يتحرقش لكم الكراميل ويعطيكم المرورة في الفلان وهنا من بعد ما دبت الكراميل اخذت مول تقدروا تاخذوا المول اللي بغيتون انتوما انا اخذت هاد المول هادا وغادي نوزع عليه الكراميل جيدا هنا العملية تكون بسرعة لان الكراميل فيه ساعة كي يجمث وما غادي نوزعوه على الجوانب كامل وغادي نبدو على بركة الله بالمكونات ديال الفلان عندي هنا يا مئة جرام من اللوز محمر بالقشرة ديالو وطحنته على هذا الشكل عندي ليتر من الحاليب خمس ملاعق كبيرة من السكر حبيبات والسكر دائما يبقى على حسب الضوء وعندي هنا يا ثلاث ملاعق كبيرة من الكريم شونتي كيس واحد من الفانيليا وثلاث علب من الفلان ندازل الآن الطريقة ديالتحضير وغادي ناخدو حت الكسر هنا غادي نوضع فيها ثلاث علب من الفلان ثم السكر كيس واحد من الفانيليا ثلاث ملاعق كبيرة من الكريم شونتي تقدروا تستغنوا عليها إلى مكان وعندي هنا مئة جرام من اللوز هنا غادي نحرك العناصر جيدا مع بعضهم حتين ساجموا وعادي غادي ندفع ليهم الحليب هنا ضفت الكمالة ديالتر من الحليب وغادي رجع نحرك مزيان حتى غادي لنا نحس ان عذاك العناصر نساجمات هنا انا وضعت الفلان على نار تكون مهيلة وغادي مقمسة مرة في التحريك باش ما يلسقش لي الفلان في القاع وما غادي مقمسة مرة حتى غادي نتبدا في الغلايا وهنا كما كتشوفو هوا الفلان بدك يغلي سفي الان راهو جد غادي ندفع ليه وغادي ندوزو الان باش غادي نوضعوه في القالب والان بعد ما وجد لنا الفلان غادي نصبوه في الاناء اللي كنا حضرنا فيه الكراميل والان بعد ما ساليت غادي نخلي الفلان حتى غادي برد لينا واحد شوية عاد غادي ندخلوه لتلاجة لمدة الاربع ساعات حتى الخمس ساعات مهم حتى كيشد لينا فراسو مزيان وعاد باش كنقدموه هنا انا خرجت الفلان من التلاجة بعد ما برد لينا مزيان وخدا راحتو وهنا يا انا خديتو حد السكين غادي ندعتو قبع لها تشكل كيما كتشوفو باش كيزولينا هدك الهواء كيجينا سهل انا ننزولوه من القالب وهنا يا انا غادي ناخد الصح اللي غادي نقدم فيه وغادي نحاول انا ننقلبو فهو را كيزول بسهولة صافي انا هنا يا اه زولتو كيما كتشوفو فهو كيزول بسهولة غادي ندوزو الان باش غادي نزينو وبالنسبة لتزيين كيبقى على حسب التوق هنا انا خديت الموز قطعتو على هذا الشكل وغادي نزينو بالجوانب تزيين كيبقى اختياري تقدروا تزينو بالفواكه حسنا حسنا هنا انا مبعد ما زينتو بالموز كنت اخديت اللوز افلي حمرتو في الفورن وصافي وضعتو من الفوق تزين كيما كنت لكم كيبقى اختياري زينو باللي بغيتونتو والان غادي نقسم لكم من الداخل بتشوفو القوام ديالو كيفاش كيجي صراحة كيجي لديد بزاف الى جربته فما غاديش تستغنو عليه خصوصا في العراضات او المناسبات ديالكم وهذا هو القوام ديالو كيما كتشوفو كيجي متماسك من الداخل وكذلك كيجي اكتر من رائع في الماذاق وصلنا الى الاخر الفيديو ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم تخليوا لي التعليق ديالكم وتعملوا لي لايك وشكرا بزاف المتابعة ديالكم وانتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة